في الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح فقدت زينب ثقتها في خليل على الرغم من أن خليل أخبر زينب بكل الحقائق إلا أن زينب تشعر بخيبة أمل شديدة وغاضبة في هذه المرحلة لكن من أجل عكس هذا الوضع يحاول خليل أن يجعل زينب تسامح نفسها بإبقائه معه بيت اللعد بين خليل وزينب يظهر أنه يحاول السيطرة على الوضع بالقوة ويبدو أن خليل يتجنب المواجهات العاطفية زمرد تهنئ خليل وزينب بزواجهما وتجمعهما معا عن غير القصد حقيقة أن زينب أضطرت إلى إخفاء الاستياء الذي تشعر به تجاه خليل مع وصول زمرد والحقيقة التي تريد أن تقولها تعمق الصراع الداخلية في الشخصية تتول زمرد دون قصد دورا سيمكن الزوجين من التقارب لكن هذا الوضع يحد أيضا من حرية زينب ومساحة التعبير على الرغم من أن علاقة زينب وخليل تبدو أقوى بفضل زمرد إلا أن خطط سنبول الشرير تجرب صراعا جديدا للقصة وهذا ينظر بأنه سيكون هناك المزيد من المؤامرات والتوتر في الفصول التالية من القصة حب زينب وخليل مهما كان عميقا وعاطفيا يمر بالعديد من الاختبارات ينبع يقين خليل من أن زينب تحبه من حقيقة أن زينب تعرض نفسها للخطر من أجل حماية خليل تسلط زينب التي تخطو أمام مسدس البر الضوء على جانب التضحية والحماية في الحب وهذا يدل على أن مشاعر خليل تجاه زينب أصبحت أقوى لكن في وقت لاحق من القصة سيتمكن هليل من مسامحة نفسه مهما حدث على الرغم من أن زينب تسامح خليل هذه المرة إلا أن مؤامرات سنبول ستمنع سعادة الزوجين آمل أن تحصل الساحرة سنبول على العقوبة التي تستحقها وتطرد خليل من المزرعة في أسرع وقت ممكن إذا كنا تفكر مثلنا فلا تنسى الإعجاب بالفيديو الخاص بنا ووضع رمز تعبيري على شكل قلب في التعليقات إلى اللقاء في فيديو تحليلي آخر